مرحبا بكم في الدرس رقم 19 الضرب التقنية الاعتيادية Multiplication technique isiel apart 1 النشاط الأول لنبحث ونطبق تعطي هذه العنزة 7 لترات من الحليب في اليوم الواحد هذه المعزاة هذه تعطي 7 طر من الحليب في اليوم الواحد 7 لترات كم أعطت في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر فبراير ما هي الكمية التي ستبقى له؟ نقول أنك تعطي 7 لترات من الحليب في اليوم الواحد في كل نهار كم أعطت في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر فبراير؟ أولا سنحسبه كمية الحليب في أسبوع واحد 7 لتر في الأسبوع كم من يوم 7 في 7 في الأسبوع سبعة أيام 7 في 7 يلقوا 49 لتران في الأسبوع الواحد ثم 49 لتران سنحسبه لتعود حليب مرة تسعة وأربعون في كم من مرة في ثلاث مرات تسعة وأربعون في ثلاثة تساوي كم؟ لاحظوا غدين ديروا تسعة وأربعون زائد تسعة وأربعون زائد تسعة وأربعون إذا ما غدينش نديروا تقنية للضرب لأننا بقي ما عرفناها سنعرفوها في تماني الأول والتاني تسعة وأربعون زائد تسعة وأربعون كم؟ أربعون زائد أربعون تمانون زائد أربعون كم؟ مئة وعشرون مئة وعشرون زائد تسعة زائد تسعة زائد تسعة يعني تسعة زائد تسعة زائد تسعة اللي هي تسعة في ثلاثة سبعة وعشرون سبعة وعشرون زائد مئة وعشرون 120 زائد 20 140 زائد 7 147 لتر إذن 49 زائد ونكتب 147 باع الفلاح 85 لتر من هذا الحليب باع الفلاح 85 لتر من هذا الحليب ما هي الكمية التي ستبقى له قل نعطته هذه المعزام 147 لتر من الحليب في مدة 3 أسابيع إذن هو باع منها 85 لتر وشحالة تبقى له نديره 147 و40 ناقص 5 و80 الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات والمئة تحت المئة 7 ناقص 5 2 4 ناقص 8 لا يمكن أستلف 10 وأرد السلف 14 ناقص 8 أو لا 8 حالة تحت الوحدة تصل 14 ناقص 6 1 ناقص 1 0 الكمية التي ستبقى له هي 62 لتر ننتقل إلى التمرين الأول ألاحظوا ثم أكمل حساب الجدى قد نديره 14 في 2 لاحظوا 14 لهي 10 زائد 4 في 2 قد نديره 2 في 10 2 في 10 كم؟ 20 نكتبه 20 نجد المرة 10 10 زائد 10 20 ثم 2 في 4 كم؟ ثم بعد ذلك أنا قم بعملة الجمل 8 زائد 0 يساوي كم؟ ثم لا شيء زائد 2 يساوي 2 إذن 14 في 2 28 التمرين الثاني ألاحظوا المثال ثم أنجزه 31 في 6 إذن نضع الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات 6 فيها فقط رقم الوحدات 31 فيها الوحدات والعشرات ثم نقوم بالعملية 6 في 1 6 في 1 6 ونكتب 6 تحت رقم الوحدات ثم 6 في 3 18 ونكتب 8 8 تحت رقم العشرات و1 تحت رقم المئات فنحصل على مئات وستة وثمانون ننجز هذه العملية بنفس الطريقة ندر 51 في رقم الوحدات 5 في رقم الوحدات 5 في رقم العشرات ثم في 6 واحد 6 في 1 6 ونكتب 6 تحت رقم الوحدات ثم 6 في 5 30 صفر تحت رقم العشرات ثلاثة تحت رقم المئات فنجد 306 ننتقل إلى الحصة الثانية أطبق وأتدرب ثالثا أتأكد من صحة عمليات الضرب التالية وأعيد إنجاز الخاطئ منها نتأكد من العمليات والصححة قل لخطأ قد نصحها 40 في 8 8 في 0 0 وليس 8 إذن هذه العملية خاطئة قد نصحها ندره 40 قلنا في 8 نلاحظوا 8 في 0 8 في 4 32 320 ثم 72 في 4 4 في 2 8 4 في 7 28 وليس 24 أيضا سنصح هذه العملية 72 في 4 4 في 2 8 4 في 7 28 فنحصل على 288 ثم 82 في 3 3 في 2 6 3 في 8 24 وليس 21 أيضا هذه العملية خاطئة نصححها إذن 82 80 في 3 3 3 في 2 6 3 في 8 4 20 إذن 82 8 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 ثم ثلاثة في اثنان ستة ونكتب ستة تحت رقم المئات فنجد ستمائة وثلاثة وتسعونة ننتقل إلى المعجم الضرب بالفرنسية التقنية التقنية الاعتيادية الجداء رابعا أحسب جداء كل عددين لهما نفس اللون هذا اللون اللي أرضي عندنا واحد وتمانون في ستة نبدأ واحد وتمانون في ستة ستة في واحد ستة ستة في تمانية تمانية وأربعون فنحصل على أربعمائة وستة وتمانون ثم تلاثة وسبعون في تلاتة ثلاثة وسبعون في تلاتة ثلاثة في تلاتة تسعة ثلاثة في سبعة واحد وعشرون الآن الجداء هو مئتان وتسعة عشر خامسا أضع وأنجز أيضا سنقوم بضرب تلاتة وتسعون في تلاتة تلاتة وتسعون في تلاتة ثلاثة في تلاتة تسعة ثلاثة في تسعة سبعة وعشرون إذن نحصل على مئتان وتسعة وسبعون ثم اتنان وخمسون في أربعة اتنان وخمسون في أربعة أربعة في اتنان تمانية ثم أربعة في خمسة عشرون إذن جداء اتنان وخمسون وأربعة ومئتان وتمانية سادسا أضع وأنجز العمليات ثم أتعرف اسم الطفل الذي أنجز كلا منها إذن أولا سنجز العملية نضع ونجز العملية إذن سنضع العملية ثلاثة وأربعون في تلاتة ثلاثة في تلاتة تسعة نكتب تسعة تحت رقم الوحدات ثلاثة في أربعة اتنى عشر نكتب اتنان تحت رقم العشارات وواحد في رقم المئات فنجد مئة وتسعة وعشرون للمئة وتسعة وعشرون صاحب هذه البطاقة و أحمد ونكتب أحمد ثم ننجز واحد وخمسون في سبعة سبعة في واحد سبعة سبعة في خمسة خمسة وثلاثون ثلاثة مئة وسبعة وخمسون هو جداء واحد وخمسون وسبعة دان ثلاثة مئة وسبعة وخمسون عند هداية شبه هداية واحد وتسعون في تمانية واحد وتسعون في تمانية تمانية في واحد تمانية تمانية في تسعة اثنان وسبع 728 عند أسامة نكتب أسامة 72 في 4 72 في كم؟ في 4 قلنا إذن 4 في 2 8 4 في 7 28 28 28 28 28 عند مريم ونكتب مريم أقوم تعلماتي سابعا أنجز عمليات الضرب التالية ثم أقارن الجدائين إذا نجز العمليات ثم نقرن الجدائين أربعة في إثناني تمانية ونكتبه تمانية ثم أربعة في سبعة تمانية وعشرون تمانية في واحد تمانية تمانية في خمسة أربعون ونكتبه أربعون بعدها نقارن الجدائين مئتاني وتمانية وتمانون أربعمائة وتمانية لكن نقارن عددين لهما رقم المئات نقارن أولا رقم المئات إثناني أربعة أربعمائة مئتاني فأربعمائة أكبر من مئتاني وبالتالي أربعمائة وتمانية أكبر من مئتاني وتمانية وتمانون ثامنا أنجز عمليات الضرب في ضفتري ثم ألون السيارة حسب التوجيه إذن سنجز 71 في 9 9 في 1 9 9 في 7 63 لهية الستمئة وتسعة وتلاتون ونجز اللونها باللون البرتقال 71 في 9 ثم سنجز العملية الموالية 82 في 4 4 في 2 8 4 في 8 32 وهي 328 328 بالأزرق ناخد اللون الأزرق واللونه 82 في 4 ثم 8 في 8 64 سنجز اللونها باللون الأخضر أما العملية المتبقية فهي 23 في 3 3 في 3 9 3 في 2 6 69 سنجز اللونها باللون البرتقال نمر إلى التمرين التاسع لنقل ما قطفه من تمر استعمل أحد مزارع أرفود 9 سلات تتسع كل منها ل81 تمرة ما هو عدد حبات التمر التي قطفها المزارع قلنا استعمل 9 سلات كل سلات تأخذ 81 تمرة إذن 81 في 9 9 في 1 9 9 في 8 72 عدد حبات تمر التي قطفها هذا المزارع هو 729 حبا نمر إلى التمرين العاشر في أحد دباساتين التين بتونات التين هو الكرموس 6 أشجار تين تعطي كل منها 40 كيلوغرام من الفاكهة استدل الأشجار يعطون 40 كيلو ديال الكرموس بكم سيباع هذا التين في سوق الجملة إذا كان ثمن الكيلوغرام الواحد هو أربعة دراهم إذن أولاً سنحسب عدد الكيلوغرامات التي تنتجها هذه الأشجار هذا البستان عندنا استدل الشجرات وكل الشجرة تتعطي 40 كيلو ديال الكرموس إذن سنضع 40 كيلو معه هذا استدل المرات استدل الشجرات 6 في 0 0 6 في 4 24 إذن 240 كيلوغرام هي الكمية التي تعطينا 6 شجرات قد نديره 240 كيلوغرام في كم؟ في أربعة لماذا؟ لأن كل كيلوغرام كي ساوي أربعة ديال الكرم 240 في أربعة باش نشوفه 8 240 كيلوغرام ديالتين أربعة في صفر صفر أربعة في أربعة 6 10 احتفظوا بواحد أربعة في اثنان ثماني زائد واحد تسعة إذن سيباع هذا التين في سيق الجملة ب 960 ديالتين لأن 8 كيلوغرام الواحد كما قلنا هو أربعة دراهيم قلنا بأن استدل الشجرات أعطتنا 240 كيلو جيل الكرموس 240 في أربعة هي 69 درهم تسعة 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 تسعة